في القر الأول هناك جهود بذلت من قبل بعض العلماء العاملين لأجل ماذا؟ لأجل جمع وتدوين السنة للمحافظة عليها لحفظ السنة النبوية يعني استشعروا هذا الواقب وتنبهوا لما يجب عليهم وتفطنوا لهذا الأمر فبذلوا جهودا مشكورة ومقدرة في جمع وتدوين السنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس هؤلاء الإمام الكبير التابعي الكبير الثقة الإمام قابر بن زيد رحمه الله تعالى هذا في القرن الأول لأن توفي الإمام قابر على أرقح الأقوال سنة 93 للهجرة وولادته كانت في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بين سنتين 18 و22 للهجرة عمر بن الخطاب نسيته نعم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين سنتين 18 و22 للهجرة الإمام جابر بن زيد رحمه الله ألف ديوانا ضخم ألف ديوانا ضخما لكنه لم يُعثر عليه لسبب ما وإن كانت أقوال الإمام جابر إن لم يكن كنها لكن كثير منها موجودة ومبثوثة موجودة في كتب التفاسير وموجودة في كتب الفقه وموجودة في كتب الحديث سواء كانت مصنفات إباضية أو غير إباضية أقوال الإمام جابر موجودة في كتب المسلمين عامة سواء كانت التفسير منها أو الحديث منها أو الفقه فلاحظوا كتب الأثر ممتلئة في الكتب الإباضية ممتلئة بأقوال الإمام جابر وهناك أيضا في العصر الحديث بدلت بعض الجهود لقمع هذه الأقوال في كتب منها ما قام به الشيخ سعيد بن خلف الخروص رحمه الله حيث قمع بعض أقوال الفقهية الإمام جابر وكذلك الشيخ يحيى محمد بكوش له كتاب اسمه فقه الإمام جابر استخرقوها من بطون الكتب سواء كانت كتب التفسير أو كتب الحديث أو كتب السيار أو كتب الفقه الإمام جابر بن زيد رحمه الله كما هو معلوم انتقل من عمان بعد أن تلقى المبادئ الأولى للعلم في عمان انتقل إلى البصرة حيث كانت حاضرة العلم في ذلك الوقت وتتلمذى على كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مقدمة بن عباس بحر الأمة وعبد الله بن مسعود وأم المؤمن عائشة وغيره وأبو هريرة والكثير الكثير حتى أنه قال أدركت سبعين بدريا يعني أدرك سبعين ممن حضروا وشهدوا معركة بدر هذا يقصد بالبدريين سبعين بدريا وهذا دير على الكثرة قال أدركت سبعين بدريا فحويت ما عندهم إلا البحر والبحر يقصد به ابن عباس عبد الله بن عباس هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل بمعنى إلا البحر يعني هل البحر من ضمن السبعين لأنه البحر لم يكن بدريا فهذا هذا يسمى استثناء منقطع يعني بحر الأمة لهو عبد الله بن عباس ما شهد معركة بدر فهو حوى سيد الإمام قابر ما عند السبعين البدري إلا البحر يعني إلا البحر ليس من البدريين أو حوى علم السبعين إلا علم البحر وعلى أي حال هذا تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى فمن أخص شيوخه وأكبر شيوخه وفي مقدمة شيوخه وكثير ما يروي عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأمر الثاني أن الصحابة الكبار أدلوا بشهادات علمية يعني أعطوا الإمام قابر شهادات علمية الإمام قابر أيها المؤمنون يتفرد عن بقية أئمة المذاهب الإسلامية قاطبة بأمري الإمام الإمام هو الإمام الوحيد من تتلمذ على كبار الصحابة هذه يتميز بها هو يتتلمذ على كبار الصحابة الإمام الوحيد من أئمة المذاهب كلها والأمر الثاني الإمام الوحيد من أئمة المذاهب من نال شهادات كبار الصحابة على غزارة علمه ورسوخ قدمه في الفقه وفي الشريعة هذا الإمام جابر ترجمة نانسي قنقر